السلام عليكم أخوتي تحياتي كل أبناء وطني الغاني من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق للقرب لما ننسوا أخواتنا اللي في الغرب أطلع علينا رئيس الاتحادية خير من لا ننصت شيء في صحيفة أس الإسبانية ناحسين إشهارات نحن يعني كتبت علي الأس ليس بك هذا أنا أجبت كوبدا فريك معلش إذن الأس صحيفة إسبانية معروفة دارت حوار مع رئيس الاتحادية وحسنتي هذه يتكرر أنه بنزيمة جزائري ماذا؟ 100% استفدنا لأبالك ما نعرف بنزيمة جزائري وقسطه جزائري لأبالك هزتي والله استفدت أنا استفادة كبيرة ومجتمعتنا كم الاستفادة بالمعلومة هذه ورح نطلع لقمر بعد ما استفدنا بالمعلومة هذه ورح نطلع لقمر بعد ما استفدنا أنه عرفنا ما كناش نعرفه إحنا علم كبير أو علم كبير باش تعرف باللي بنزيمة جزائري أو علم كبير علم كبير واش هنقولك بعد ما استفدنا من المعلومة القيمة هذه اللي رح نطلع لقمر عرفنا أنه بنزيمة جزائري مليح ممتاز لكن ضد شي اضطرق الصحيفة وقال لها باللي ما يقدرش يلعب بحكم القانون رقم 15 للفيفا لو وقع الفيفا تقول باللي اللاعب اللي يلعب مقابلة رسمية مع المنتخب الفيرنسي ولا ألماني ولا إيطاني ما يقدرش يلعب مع بلد الأمة البلد العصلي أيضا أنا انبهرت من المعلومات القيمة أنا لم يكن نعرف أنها مبهرت ذوكا نطلع لقمر ذوكا نجد رواحنا لنطلع لقمر من المعلومات القيمة نفعت المجتمع كامل نفعته نفعت البشرية كامل معلومات القيمة باللي يلعب مع كيف نصينا مقابلة السينة ما كناش نعافة معلومات قيمة معلومات قيمة معلومات قيمة معلنا نفعته نفعته ونحصر 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 فرنسية فقط فرنسية لكنه جزائري نفعته نعطيك هذه تعرفها هذه تعرفها تعرفها ما يقوم بها ما يقوم بها هذه جزائريا لقمر القدم هذا هذا يسمى بيان العرب منشور العرب الذي يعرفه جزائريا تقريبا الذي يظهر إلا في الاتحاد هذا هذا البيان هذا تشكيك في الوطنية المقتربين ونحصر 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 ماذا يدار بيان هذا ماذا يدار بيان هذا يدار يدارون بيانات كما هذه التي تقيس اللاعب المقترب الجزائريا كانوا لعبين وما زلوا لعبين لم يقوموا لعبين لم يقوموا لعبين فرنسا موجودين في فرنسا وموجودين في فرنسا يقولون الكاتجورية اي دي سات اي كانز واني اي فان تغضغ بالزيمة تحصر على ضياع بالزيمة داكار واللاعبين الذين يذهبوا لتونس والمغرب الذين لم يتحصروا لهم لماذا؟ لأن كل اللاعبين الذين يقوموا لجوارة بارادو لم يقوموا حقيقة انا و بارادو انا انا و بارادو ومن بعد الطفن حقيقة لدينا لاعبين جزائريين ولم يلعبون حتى في فرنسا لم يتحصروا كل شيء يجيبون يذهبوا الضوء في فرنسا ويذهبوا إلى بارادو لا يوجدوا لاحبين انتبه انتظروا لبنزيمة لا تستطيعوا إذاً لا تستطيعوا وغير ولكن من اللجوم الجزائري لاحظوا لاعبين تعليم بكليون في مدرسة معمرة في الجزائرية مارسيليا لا يعطيهم إيفان والإديسات والإديزناف لا يعطيهم لماذا؟ عندما يعطيهم الجوار تعبر ادواني يذهب هذه المعقول الشهيرة والجوار تعبر ادواني يذهب إذا ما تغطيهم الشمس بالغربة؟ تحكيوا على بنزيمة وأسطل وجزائر وتفتخروا هل تفتخروا بنزيمة؟ لدينا لاعبين جزائريين لم يلعبوا مع فرنسا في الكاتيجورية المدجانة مثل الإديسات والإيكانزة والإديزناف كنتوا قادرين تجيبوهم؟ لم تجيبوهم أنت يا ذاتي لا تحكيش على الجنسية والبيناسي المفروض لا تحكيش خلاص لانت المكتب الفيدرالي كامل لانت المكتب الفيدرالي كامل لو منعبش مع فرنسا نقدروا نجيبوه شوفه سيدي لدينا متجين صغار نتعبوش مع فرنسا التكتب الفيدرالي كامل لا تحتاجكم ضد البيناسيونو لا نحتاج البيناسيونو لا نحتاج البيناسيونو لجواري لا يتباعوش كن نجيب البيناسيونو من بينهم كما بنزيمة ولاعبين هذما لما لو عروا لعبوش أصلاً في فرنسا لا نتحدث عن بنزيمة كن نجيبها من المنتخبات الوطنية لاعبين انت لا يتباعوش أهدر الحقيقة كنت أعرف مع أصحيفك عالمية ومعروفة الإسبانية قلها الحقيقة باللي أنا المكتب الفيدرالي الوحيد اللي في الجزائر اللي درت بيان ضد اللاعبين المغتربين قل الحقيقة لكن تخبيوا الحقيقة أهدر الحقيقة هل يتخبيوها قال والدي احنا يا اتحادية من اللي جينا كنا ضد المغتربين وقدرناها صراحة وزدنا درنا عليها بيان وقلهم أنا الوحيد اللي بعت خمس لاعبي من بينها محرز بسليماني وغيره أهدر الحقيقة هذي ما تهدروا هاش وتتحصروا عليه بنزيمة يخيقوا اه الله غالب كما خير بنزيمة فرنسا نجيبوه اللي بجيري هم عدنا اكثر من 450 موهيبة في أوروبا ونصهم لم يلعبوش مع فرنسا خلاص هذا ما جبتوه همش 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 نجيبوه لجوال بروف هذا من البناصيونو ما بدأ يجيبوه لبناصيونو طيب ضرتو به حاوزتوه مصالح اتحادية ما صالح لازم لجوال توعي اتباعه يعني ما زلتو في عقلية النادي ملكي النادي تاعي فوق كل اعتبار هيا رأيك كش مكان اتحادية تتعامل بالمنطق هذا اتحادية العالم كامل حتى رو عندهم ميول ميول انوادي معينة سواء الريال سواء الجوانتيس سواء البرصة تسع ما تخدمش بها واتبينهاش ومتتعملش بالطريقة انتع الميول انتعك للنادي انتعك سواء الجوانتيس ولا البايرمينيخ ولا شامبالينا ولا الأولمبيك ليوم كيش ما عندهمش العقلية هذي القيون يتطبق على الجميع الرابطة بالأمس بارادو محضرش عادي لو يتطبق على الجميع النادي ميحضرش تعاقبوه وبرادو كي محضروش الاجتماع الرابطة يعني فوقها كي كنت نحضر انا قبل نقول بارادو فوق الجميع الناس كانت ضعك ما تصدقش او الحمدولله بالبروب بالدليل رئيس الراويطة البيان حضرها قالك بارادو فريق مجاش واحد محضر في الاجتماع انتع الاندية الوسط طبقوا عليها القانون قانون القارادو فوق القانون اشتو كيفاش كل حاجة الحمدولله قلناها صرات اكثر من قولوش مئة بالمئة مناش حنقزنو بس حنقلو اكثر من ثمانين بالمئة حواج يجلقوناهم صراو صراو واقع قلنا نقولو بان الاتحادية هذي اي انسان عندو علاقة براو روا رح ينحيوه وصح بالفعل اي انسان عندو علاقة بالمكتب الفيدرالي السابق قول براو روا قطعوا عليه نحوه ان شاء الله يكون حتى محترف فوقه ومعرف يسير ومسير ناجحة ينحيوه قلنا باللي يجي النهار اللي بوعلام شارف لو يعيط البناصيونو رح ينطيروا به وطاروا به نحوه قلنا باللي بارادو فوق الجميع وبينت بالامس شفتوه وقلنا باللي منتخبات الوطنية كامل ملك البارادو وبينت كل قوائم المنتخبات الوطنية ملكية خاصة لنادي بارادو بل الاندقة الجزائرية ممنوعة اللاعبين توحى باش يلعبوا في المنتخبات الوطنية من يكانز وطلع حتى المنتخب المعلي حقيقة 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 شه يدر نهر الآن يتحصروا على بنزيمة ليه تتحصر على بنزيمة يا سيزرشي يروح تتحصر على الجوال الذاتة من المروق لاعبين جزائريين الأصل والجنسية الذاتة من المغرب لأن هذه جزائرية نعمة في العسل نعمة في العسل تونس لاعبين دوليين لاعبين جزائرية عند مجلسية جزائرية وأصل جزائري داتهم تونس يلعبوا الآن في المنتخب التونسي لماذا؟ لأن الانتحاد الجزائرية نعمة في العسل ممكن يقول نعمة في العسل ليس معناها رأي الله غير تسيير مكة لا بتعمد نوم في العسل رأوا بتعمد على بالهم يتحركوا يجيبوا اللاعبين هذين مغتريبين لجوارة عبارادو ترون عليهم كيف راسيونال ما عادوا يجيبوا اللاعب بالصح لا لازم لجوارة عبارادو يبقوا في في الإيكاس في الإيديسات في الإيفانتيا في الإيفانتيا في الإيفانترو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته